مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحيين مغفر العرصات بيوت علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاة دي الثفناتي قفا نسأل الدار التي خف أهلها يعني خاليا ما تسمع بيها صوت الأبواب مو صده التراب سافي على الأبواب آقفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها يا ياب الصوم والصلوات وإن هم يا دعب القال قبور بكوفان وأخرى بطيبتين وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبران بأرض الجوزجان محلو يعني مشتتونها في مشارق الأرض ومغاربها ما قصروا بني أميّا والعباس وقبر بباخ خمرى لدى الغرباتي لكن قبور بجنب النار من أرض كربلا وقبر بجنب النار من أرض كربلا أنا معرَّسهم فيها بشطي فراتي شفيفم يا دعب القال توفو عطاشا بالعرائف فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتيش دعب الشاف الإمام الرضاية ماي اليمين وشمال دعب ليعرف حاتش من بعدها شلون يهيج المصيبة التفت وقال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخاد فاطم عنده ما تقدر تلطم خدها يا دعب وأجريت دم على العين بالوجنات يلتفت الإمام الرضا إلى دعب يا دعب اسمح لي ببيته يكون بهما تمام القصيدة اتفضل سيدي شرفني قال اكتب عندك يا دعب يا دعب وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحات على الأحشاء بالزفرات إلى الحاشر حتى يبعث الله قائما يفرج عننا الهام والكربات يفرقت يا دهر الخنة عصبة الأمجاد منهم بسامرة ومنهم برض بغدا وينكم يا آباءنا هذه أبياتكم اللي الشيلونها بهاليوم طيب حوات لابا وبرض الطاف الأولى واما الرضا ياطوس وداتا إلهنا ولا يبلاد الله فيها منه مرمو منهم جماعة بكربلان دفنوا بلاء والي 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 وعظم مصيبة مصيبة المسموم فيه يا نازح في طوس حي الله محي عد نظر يا إمامي إلى شيعتكم أنت الملتجى يا ابن رسول الله مدريش جنيتوا بهالدهار يا أهل هالبا حتى رماكم بالبلاء ويدي التشتي وشلك عليهم يا دهار حتى استوفى وشفاعلين وياك حتى تأخذ قضا أنوالي على اللي عذب المأمون حالة جمعها داب عهود لكن ما وفى ولهجع حتى ردي الذات غالة مأمون وش ذنب الرضاء يا رجس ويا لكن الأمر لله لا حملا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الإمام الثامن من أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين علي بن موسى الرضا أبو الحسن صلوات الله عليه ولد على قول في سنة مئة وثمانية وأربعين للهجرة وعلى قول آخر في سنة مئة وثلاثة وخمسين للهجرة على القول الأول مئة وثمانية وأربعين يعني الإمام ولد في السنة التي استشهد فيها جده الإمام الصادق عليه السلام وقطعا أدرك بضعة أيام أو بضعة شهور من حياة جده الإمام الصادق عليه السلام عمر الإمام الشريف أيها الأحبة المؤمنون والمؤمنات يا أما يكون خمسين سنة على الرواية الثانية لأن الإمام استشهد في سنة مئتين وثلاثة للهجرة كما تعلم أو عمره خمسة وخمسين سنة على الرواية الأولى مئة وثمانية واربعين الولادة الاستشهاد مئتين وثلاثة يكون عمره خمسة وخمسين سنة علمائنا لما يجمعون الدلائل والقرائن روايات أهل البيت أقوال الإمام الصادق عليه السلام ما نقله الشهود إضافة إلى هذه القرينة عمر الإمام خمسين أو خمسة وخمسين سنة مو عمر كبير ولو أن الموت ما يعرف ترى واحد طفل شيبة عجول لا لا ما يعرف الموت بس هذه قرينة يجمعوها مع بقية القرائن التي تؤكد أن الإمام عليه السلام فارق الدنيا بتدخل ظالم جاء هذا الإمام العظيم الجليل من أم يعبر عنها في الاصطلاح الفقهي أم ولد كثير تسمعوها أنتو لما تسمعون قارئ الحديث أم ولد يعني أئمتنا من الإمام الكاظم عليه السلام إلى الإمام الحج بن الحسن عجل الله فرجه الشريف أمهاتهم كلهم أم ولد سموه هذه من هي أم ولد أم ولد جارية يعني الإسلام إينا عمر بزيلم راح نجيك إن شاء الله لا تستعجل علينا إيه هي جارية مغربية من أقصى المغرب بعد يسموها الخيزران الشقراء قريبة من أوروبا مكانها قريب من أوروبا وهذا إليه فلسفة في الإسلام أيها الأحبة راح نجي لها إن شاء الله أم ولد هذه جارية إشتراها سيدها وطأها مثل ما تعرفون الزواج في الفقه على قسمين إما زواج بعقد لما تتزوج إمرأة حرة عقد فيه إيجاب وقبول قبول أو أن يتزوج الإنسان ما ملكت يمينه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لاك الزمن إيه خلاص ماكو في بلاد غربنا لاك الزمن ترى الإسلام وضع خطة طويلة الأمد من أجل القضاء على ظاهرة الرق أيها الأحبة وضعت شريعات طويلة الأمد يعني ما عالج الظهر يمكن يجي واحد يسأل ليش الإسلام ما عالج الظاهرة مباشرة الرق في ذلك الزمن كان تجارة كبيرة جدا أرباح طائلة جدا يعني مثل يجي إلى واحد اليوم عنده أربع خمس بنايات تروح إليه يتقول لي ترى هذه البنايات مو إلك تجيبها لي حسب الشرع وحسب العقيدة وحسب المذهب هذه كلها مو إلك الأموال اللي اكتسبتها منها بعد تجيبها كلها هذه من حق الإسلام وش بيقول لك هذا يقول لك أنا بصير يهودي خلاص ما أبغي الإسلام بتأخذ بيزاتي كلها مرة واحدة لا لا الظاهرة تحتاج إلى معالجة تدريجية شوية شوية يتقبلوها الناس تشريعات من ضمنها ظاهرة الرق وضع تشريعات عدة هذه واحدة من التشريعات الزواج بهم إذا وطأ السيد الجارية وهي حلالة وأنجب منها جابت ولد ومات السيد تكتسب حريتها مباشرة تصير من ضمن نصيب ولدها في الميراث فيقولون عنها أم ولد فلا ما يصير لا تباع ولا تشر خلاص هذه حرة وأيضا وضع كثير من التشريعات وهذه مو حديثنا إلى العبيد من الذكور أيضا يخلصهم من العقودية فأم الإمام أيها الأحبة نقرأ إحنا تارة أم الإمام جارية مغربية تارة نوبية مثل أم الإمام الرضا عليه السلام ليش يتزوج الإمام من جارية وبنات العرب موجودين يعني مو هارون لما يجي إلى الإمام الكاظم عليه السلام وهو في المسجد وقف على القبر شاف الإمام يصلي قالوا يصرخ على صوته السلام عليك يا ابن العم الإمام خلص صلاة وإيجي قال السلام عليك يا أبا قال هذا من وين أبوك أنتون أولاد علي بن أبي طالب العرب عندهم نعرات غريبة عجيبة يشوفون عزة وهمية في أنفسهم كانوا أنهم أفضل من العباد كلهم الأمهات ما ليهم دور الرجال هم الأصيل وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء قال لهذا من وين أبوك قال أسألك بالله يا هارون لو نشر النبي صلى الله عليه وآله الساعة وتقدم للزواج من بناتك أتزوجه قال بلى أزوجه وأفتخر على العرب والعجم قال أما أنا فلا تحل له بناتي بنات هذولا فيقول لك أزوجه وأفتخر على العرب والعجم الإمام الكاظم عليه السلام بوركت أم ولدته يقول الإمام الصادق صلى الله عليه شبيه موسى فالق البحار ما يقدر ياخذ إلى أم من هنا أو هناك من بنات العرب الأعيان الكبار لا يقدر الإمام بس أكو فلسفة عند الإسلام هذول اللي يشوفون العزة الوهمية الكاذبة أن العرب أفضل الناس من وين صاروا أفضل الناس أكو بعض الشعوب عندهم ثقافات ما وصلت إلى العرب أساسا عندهم علوم ما وصلت إلى العرب حضارات ما وصلت إلى العرب فكانوا يشوفون أنفسهم في ذلك الزمان أفضل من العالم كلها وإلى اليوم طرى بعضهم عندهم معا هذه النظرة الدونية إلى بقية الناس فيقول لك الإسلام تعال شوف أنت إمام زمانك أفضل من يمشي على الأرض نتج من بني هاشم ومن أم مشترى جارية الفخر طرى مو بالنسل الفخر بالعمل واحد من علماء أهل الكتاب يقولون مر وشاف هذه أم الإمام وهي الجواري يبيعوهم قال لمن هذه الجارية يسأل اللي يبيحها ومن الخاس قال هي لي قال كذبت وأثمت والله إنها لا تصلح أن تكون إلا عند خير أهل الأرض لأنها ستلد له خير أهل الأرض يقول أنا حسب العلم اللي عندي إلا وارثن من آبائي هذه الجارية مواصفاتها لا تصلح إلا أن تكون عند خير أهل الأرض ذلك لما دخلت على بيت الإمام الصادق عليه السلام كانت في بذل الأمر جارية عند السيدة حميدة أو حميدة المصفة أم الإمام الكاظر عليه السلام وهبتها إلى ولدها قالت وَلَدِي إِنِّي لَمْ أَرَ جَارِيَةً أَفْضَلَ مِنْهَا عِبَادَةً وَخُلُقًا في رواية في عيون أخبار رضا موجودة أن النبي صلى الله عليه وآله رأته في عالم الرؤية فأمرها أن تزوجها من الإمام الكاظم لتلد له خير أهل الأرض وفي صحيفة النور اللي مروية الإمام الباكر عليه أفضل الصلاة والسلام وعن جابر يرويها جابر عن الإمام أن صحيفة النور اللي نزل بها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وفيها أسماء الأئمة وأمهاتهم واحدة من أمهات الأئمة هذه أم الإمام الرضا عليه السلام الإمام الرضا صلوات الله عليه عاش معظم حياته ترى في المدينة المنورة أيها المؤمن والمؤمنة قضية خراسان ثلاث سنوات فقط سبعة وأربعين سنة حسب الرواية الأولى أو ثلاثة وخمسين سنة حسب الرواية الثانية للمولد في المدينة المنورة وكان ينشر العلوم من سن مبكرة جدا الإمام الرضا صلوات الله عليه علماءنا يسمون فترة فترة الانفجار العلمي والثقافي الثالثة فترات الانفجار العلمي في مدارس أهل البيت مدرسة أهل البيت ثلاث فترات رئيسية عندنا فترة الأولى زمان أمير المؤمنين عليه السلام والذي جاء بعلوم ما كان أحد يعرف عنها من الصحابة حتى اليوم بعض المؤرخين يقولون هذا ما هو كلام علي بن أبي طالب مستحيل هذا كلام ما كان معروف عن التوحيد وعن الخلق وعن هاي الأمور كلها نقول لي ما علي إذا أنت بتقارن علي بغيره نمشيها إلك بس هذا باب مدينة علم رسول الله دعري بن أبي طالب سلام الله عليه اللي جهلت الأمة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية زمان الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام كثرة الروايات الرواة ينقلون التلامذة اللي تخرجوا من هاي المدرسة العظيمة يكفيك زرارة ابن أعين الشيباني روى عنهما أكثر من ثلاثين ألف حديث ثلاثين ألف حديث لو تخلي كل حديث في صفحة صار عندك علم لا ينضب ثلاثين ألف صفحة حتى عندنا عالم من علماءنا يسمونه حبيب الله أقاردي هذا عندما سانيد أهل البيت المسند يعني مسند عندنا مسند علي مسند فاطمة مسند الحسن مسند الحسين وهل أمة جرة صلوات الله عليهم يعني يجمع الأحاديث المروية عن هذا الشخص فقط اللي قالها هالشخص فقط ينقلها يسميها مسند مسند الإمام الرضا عليه السلام ثمانية مجلدة أكثر من غيرها روايات لا تجد لها مثيل إلا عند الإمام الرضا عليه السلام بعض علماءنا عند تعبير جميل جدا يقول هو تمام الكمال في المدرسة الإمامية الإمام الرضا عليه السلام الشيخ الصدوق على الله مقامه تدرون عند عيون أخبار رضا عيون يعني أهم الأخبار يعني جمع أهم الأخبار نفردها عين أهم الأخبار اللي عن الإمام الرضا في مجلدين إذا من تقارننا كل مجلد ثمانمائة صفحة ما شاء الله هلقل يعني تقرأ فيه هاي عيون الأخبار يا جماعة مو الأخبار كلها عن الإمام الرضا عليه السلام فالإمام فاض بعلمه على الخافقين الإمام الرضا بركة ليس مثلها بركة بعد في العلم جانب العلم يحتاج إلى مجالس عديدة بس نتكلم شلون الإمام الرضا عليه السلام عالج الروايات المدسوسة هذا باب من أبواب العلم عنده معالجة للروايات المدسوسة كثير من الروايات عالجها الإمام حتى في هالثلاث سنوات اللي كان فيه خراسان الإمام استغلها أفضل استغلال موقع السياسي ولي للعهد قام ينشر علم أهل البيت بصورة ليس لها مثيل ولا نظير لذلك المؤمون تدارك الأمر قتل الإمام قتل الإمام الناس بدأت تزحف نحو الإمام ودون قضية صلاة العيد لما الإمام خرج ليصلي صلاة العيد تعرفوها شلون الناس مشوا من خلفه هذا المؤمون لما جاء بالإمام ولي للعهد يا جماعة كان ينوي أن يشوه صورة الإمام لأننا صورة أهل البيت عندنا شنو تقوى ورع تواضع قال هذا متواضع لأنه ما عنده أموال كثير من الناس بهالصورة ترى مدام ما عنده ما لشوفه متواضع بس عسما شوي الله يفتح عليه لا يدوخ المسكين ولذلك يقول الإمام ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور واحد فينا من نشوف واحد صار على كرسي قال هذا ويش هذا اختربت أخلاقه والله لا يخلونك مكان أصير فرعون خلك على حالك غير شوية دعوات دعواتنا إحنا بعض الصلاة الله عطني أبغي سيارة أبغي بيت أبغي مرة كل هذه دعواتنا إحنا صح لولا هدخل دعوات شوية أخرى بتعد عن الجوانب المادية والله يا مولاي بعض الناس الله أعلم بمصلحة لو يزيده دينار واحد يخترب على الناس خشم يشوفه بهالطريقة ما يسلم عليهم تعال وين فلان إيش حالاتك كان في المساجد في المآتم إمر بتواضع تعرفون الإمام الرضا عليه السلام تولى منصب الإمامة في أي سنة سنة 183 للهجرة باستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام أول ما تولى منصب الإمامة واجهت مشكلة عويصة جدا مشكلة مع فرقة الواقفية حتى تقرب المعنى ليش الإنسان الله لما بعض الناس من يشوف الأنوال ترى يخترب إيه خلاص فرقة الواقفية هدولة وكلا عند الإمام الكاظم يعني علماء يستلمون الحقوق يجاوبون على المسائل فقهاء يعني لما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام على جار العادة الإمام اللي من بعده يطالب بالحقوق فتحوا الخزينة وقالوا ما تشيل الأموال ما تشيل الأموال قالوا وين نعطي هذه الأموال شوف الشيطان شلون يعرف نقطة ضعف كل إنسان واحد نقطة ضعف المال واحد نقطة ضعف الجنس واحد نقطة ضعف البطن من يشوف الصينية باقي شوية ويسبح فيها بعد هذا واحد نقطة ضعفه فتكون مشكلة يا مولاي عند الإنسان فطالب الإمام بأمواله بالحقوق الشرعية هذا واحد منهم اسم القندي واحد السراج من ثلاثة رئيسيين رؤوس الفتنة قالوا لا أبوك ما مات أبوك حال حال موسى بن عمران مضى للقاء ربه وما رجع من لقاء الله بعده قال مات شالوا جنازة بهالصورة المؤلمة طلعوا من الطامورة عندنا شهود عندنا قبر موجود قالوا لا أهل حجي ما ينفعك هذا خواب بعض الوكلاء يوسف بن عبد الرحمن وغيره هذا هو لك قالوا ليهم لا فقد روينا عن الصادقين أن الفتن إذا أتت إلى الأمة على العالم أن يظهر علمه وإلا فإن عليه لعنة الله لا لا أنا أسلم الحقوق ما إلي شيء هاي سرعان منطفأت الفتنة فرقة الواقفية اللي يقولون الإمامة تقف عند الإمام الكاظم فقط ما عندهم إمام عقب الإمام الكاظم الإمام عشر سنوات في فترة إمامته في حياة هارون العباسي عشر سنوات فترة هدوء يقولون المؤرخين عنها الإمام كان يتحرك وينشر العلم في المدينة حتى بعض أصحاب الإمام قالوا إلي خفف شوية من الظهور العلني هذا يمكن يقتلك هارون قتل والدك قال لقد حذروا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله من أبي جهل قال لئن مس أبو جهل مني شعر فلست بنبي وأنا أقولها لئن مس هارون مني شعر فلست بإمام علم ارتباط مع الله تبارك وتعالى مرت عشر سنوات إلى سنة مئة وثلاثة وتسعين للهجرة مات هارون هذا هارون ويسوى قبل الله يموت وزع الدولة الإسلامية على ثلاثة أولاده على المؤمون والأمين والمعتصم وانت تصور سفينة مو فيها ربان واحد فيها ثلاثة واحد يقول يمين واحد يقول شيمان واحد يقول ضربه بريك واحد دوس رئيس مدري شلو شو بيصير بها السفينة يا تغرق يا ما توصل إلى الوجهة يعني وأغلب الاحتمالات أن تغرق بعد فعلا دولة بني العباس بدأت تترهل بسبب هالقرار من هارون العباسي أخوان ثلاثة وكلهم صغار في السين يعني لا سيم الأمين أقل من عشرين سنة سباطعش ثمانطعش أقل هذا يصير يعني على دولة حتى المؤمون ترى أصغر من الإمام الرضا عليه السلام تقريبا بثنين وعشرين سنة هذا المؤمون لما هجم على بغداد حتى يستولي على الخلافة يقولون الأمين كان يلهو ويلعب مع بعض غلمان يصيد السمك وياه يعني تصور يا مولاي منبر النبي صلى الله عليه وآله بعد ما كان يصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن وإذا يصعد عليه واحد يلهو والدنيا شاب بنار يا مولاي حرب وجيش قاعد يلهو مع غلمان إلى أن قتل يعني قتل يجي المؤمون إلى الخلافة وعند مشاكل كثيرة جدا مشكلة وحدة النسب أم زنجية مراجل اسمها والعرب قلنا عندهم نظرة دونية إلى هشام ابن عبد الملك يقول إلى زيد الشهيد رضوان الله عليه يقول لي أنت الذي تحدث نفسك بالخلافة وأنت ابن أما يقول لي وهل النساء هل النساء تقعد بحضوض أبنائهن أوليس جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله قد تنسل من سلسلة تنتهي إلى نبي الله إسماعيل سلام الله عليه ومنه أمه فهذا هو مشكلة يعني فمشكلة النسب مشكلة ثانية أنه قاتل قتل أخوه العرب عندهم اللي يقتل الأخ أو الأب هذا منحوس لا تمشي وإياه بعد بيعديك ابن حسمانا بعد عنده مشكلة الحاشية كلهم مو من العرب لذلك الخلافة ما خلها في بغداد راح ودها إلى وين إلى خراسان من يقدر حتى بن العباس في أول ما قتل الأمين ما بايعوا المأمون بايعوا إبراهيم الخليع تعرفون اللي يقول عنه أبو فراس منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم ثلاثة مادر أربعة أيام بس صار ليلة من الليالي زود شوي والله نتغرب اللي نحن أسمع على يفهمها أنت غاب عن الوعي خر يعني مغشي عليه شالوا الحمالين مادرين الخدم شاقلوا جابوا إلى القصر دخلوا على هيئة الميت الخدم والحشم قاموا يلطمون هذا على راسه وهذا مادر شلون قالوا لقد مات الخليفة مات مادرين فتح عيون وحدة بس هو مشايلين قال لويحكم أنا بقية الله من آل عمران تحملني الملائكة على أجنحتها أنا قاعد أطير مو على الأرض قالوا هذا ما فيه شارة بعد خلاص تركوه راحوا بايعوا المأمون يا الله بايعوا المأمون المشكلة بعد الأخرى الثورات اللي ظهرت من هنا وهنا خصوصا ثورات الشيعة تتعرف بني العباس استهدفوا شيعة أهل البيت قضيتهم ويا أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه شلون خانوا بأولاد الإمام الحسن وقتلوهم فالشيعة ثاروا في كل مكان فقال أنا ما إلي إلا أجيب الإمام الرضا وليا للأحد أخلي في منصب رسمي بعد أولاد عم بثورون عليه كيف هم هذا إمامهم ود لي إلى المدينة جيش مترم لما جابوا الإمام ما قبل يطلع من المدينة في بداية الأمور قال لا أنا ما أروح قال إحنا مأمورين يا إجي نقطع راسك راحوا إياهم الإمام استقبل المأمون قال لقد رأيت أن أخلع رداء الخلافة وألبسك إيا قال إن كانت الخلافة ليست لك فلا يحق لك أن تهبها لغيرك مو حقك أساسا شلو انتهبها لغيرك وإن كانت لك فلا يجوز لك أن تتخلى عنها ورطه مر وجهه قال إذن أجعلك وليا للعهد ليس إلى ذلك من سبيل قال ولا هذه ترهم بعد أنا أموت قبلك قال من يقتلك وأنا في الوجود قال لو شئت لأعلمتك قال إن بيني وبينك هذا السيف وأنت تعلم سطوتي فلا تدفعني إلى ما أكره يعني أنا بقتلك يعني تقبل أو تقتل قال لقد أمرني الله ألا ألقي بنفسي إلى التهلك أقبل ولكن بشروطي أنا لا بشروطك أنت لا أعين ما أنصب لا أبداً ولا جيش أجهز تقول لي روح جهز جيش إلى المكان الفلاني أبداً فقط مسمى قال لك ذلك قلنا الإمام بدأ يتحرك في نشر العلم روح أقرأ قضية الإمام المناظرة مع أرباب الملل والنحل اللي ينقلها الشيخ الصدوق على الله مقامه في عيون أخبار الرضا لما كان الإمام جالس ويا النوفلي إجل خادم المأمون قال الأمير يطلبك فقد اجتمع أرباب الملل والنحل وقال إن المجلس لا يكتمل إلا بك يا ابن رسول الله قال روح وأنا أجي من بعدك التفت الإمام إلى النوفلي من أهل العراق عالم قال يا نوفلي أنتم أهل العراق أهل علم وفهم ماذا يريد المأمون في ظنك قال إن صدق ظني فإنه يريد أن يخجلك يا ابن رسول الله جايب إليك النصارى واليهود والصابئة والفلاسفة وهذولا كلهم ما يؤمنوا لا بقرآن ولا بحديث جدك فكيف ستحاججهم يا ابن رسول الله قال أتريد أن تعلم متى يندم المأمون على فعلته قال متى يا ابن رسول الله قال إذا رآني أحاجج أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم وأهل الفلسفة بفلسفتهم والصابئة بما ورد عن نبي الله يحيى وفعلا حادثة ينقلها الشيخ الصدق شلون الإمام سجل انتصار فكري لمذهب أهل البيت اقتضى المأمون أن يتخلص من الإمام شاف صيت الإمام يعلوه وأراد أن يخبو نور الإمام لكن شاف لا لا صيت الإمام قاعد يزيد نور يظهر على الخافقين القلوب تميل إليه فخطط المأمون أن يغتال إمامنا بالسم يا شيعة أبو الصلت يقول أنا كنت عنده جاء رسول المأمون يا ابن رسول الله الأمير يطلبك الساعة قال أمضي وأنا على أثرك التفت الإمام إلى أبو الصلت يا أبو الصلت أمضي معي انقلها أبو الصلت يقول اجي تويا أوقفني الإمام على الباب يا أبو الصلت قفها هنا قليلا فإذا خرجت وأنا مكشوف الراس فكلمني وإذا خرجت وأنا مغطى الراس فلا تكلمني مغطى الراس ومكشوف الراس العرب عندهم بعض الأمور يفهموها يشوفون الرجل إذا العباء اللي على كتفه موضوع على عمامته يقولون عنه مغطى الراس يعني عنده مشاكل عنده مصيبة تركوا لحد يكلمه هذا إذا كانت العباء على كتفه أو في يده يعني يسمونه مكشوف الراس كلموا مو أنه يشيل العمامة لا يقول أبو الصلت دخل الإمام الرضا على المأمون يقول ما هي إلا ساعة فتح الباب وخرج إمامكم مغطى الراس بعد أن سمه المأمون بذلك العنب ما حاله يا أبو الصلت يقول يمشي قليلا ويقف يتمايى اليمينا وشمالا ويده على بطنه ويتأوى مزعوا كبد يا شيعا مزعوا أمعاء الإمام يقول دخل الإمام إلى داره وأمر أن توصد الأبواب فرشوا إلى فراش الموت يقول إحنا انطالع الإمام تتغير ألوانه انتحل جسده يمد يدا ويقبض الأخرى يرفع قدما ويضع الثاني على الأرض وهو ينادي وجداه ومحمده ومصيبته وسيداه وغريبا بعيد عن الأهل بعيد عن الأوطان يتصور الأهل والعشير الإمام وهو على فراش الموت يقول أبو الصلت بينما نحن كذلك إذ دخل علينا غلام سباعي ثماني أشبه الناس بالإمام الرضا دموعه جارية حاسر الرأس حافي القدمين يتلفت يمينا وشمالا يقول إجيت لي من أنت يا ولدي ومن الذي أدخلك علينا والأبواء موسده قال يا أب الصال الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني عليك من آن قال أنا صاحب المصيب أنا المعزى أنا إمامك الجواد ابن الرضا قبله ما بين عيني قبل يدي الإمام الرضا أفاق من غشوته وإذا يسمع صوت الإمام الجواد فتح باعا مناديا ولدي حبيبي إلي إليه أسرع الإمام الجواد وانكب على صدر والده عظم الله له الآن يوتم غربا فاقد أبو حنون حاط راس على صدره لكن الإمام الجواد يتلفت يمينا وشمالا قال الإمام الرضا ولدي عم تبحث ايش فيك يا ولدي مدهوش تتلفت نحو اليمين تارا ونحو الشمال أخرى قال يا يابشان المحتضر ساعة زاعة لازم تجي لي عزوة وتقضي وداعا هذا يشم وذا يميد للموت باعا وانت يا ابو يتموت وأهلك بالمدينة وويله وإمامه قال لي نور العين لي من حال حيني بهداي نحو سادة وغمض عيوني عرج على طيبة عقوب ما تدفنوني سلم على أهلك يا ذخرنا الذاخرين قال ليش أقول للعزوتك يا ابن الشفية بس تسمع بموتك بتنصب لك عزية ومك شي سليها يبن نفسي الأبياة تشني أعاينها علم صابك حزين آجركم الله وعند احتضار الموت قال أضجعني على فراشي أضجعه على فراشي قرأ شيئا من القرآن سلمه مواريث النبوة والإمامه مد للموت رجله أسبل يديه أغمض عينه وأطبق شفته وفاضة روحه وإمامه ومد للموت رجله والسيداء ماجة الطوس بأهلها قصي للإمام كفين طلعوا الشيعة من خلف الجنازة أعلام سود منشوره شايلين إلى قبر أبو يوزف واش عندك بهالموقف قال أنا حاجي طوس يقول يا طوس ضمت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأوايل صرت إلى صبط المصطفى تالي المنازل بيتش اختفي وظلام هوانا ورجلك قال لي هوين وديتين إمامنا بعيد عنه قالت بابن موسى الفخار كل جمعته غصب علي ابن الرجس قطع مهجتي لكن بلا تقسي الجسم ما تركت عتم على اللي بأرضها ظل بلا جفا أني شراف ولا اجتمعت علي خالو أعنى ولاسف عند انسل ولا شرعت أسنى ولا هضمت ولا منعت الماء عنا وحسين برض الغاضريا ذبح عطشا بعد بعد هذي أعظم على قلبك ها يا مؤمن ويا مؤمن يقولوا من بعد موته ما سبعتم خدراته ومن الخدر للهتك ما طلعا بناته إلى اليوم ما رجعاو إلى اليوم زينب ما رجعت شافا بواجع لي ما شافا شماتا ولا طفل عندي للرضا ظل فاق تربا ايه والله يا طوس ايه يا طوس هذا اللي تقولين ضيعوا بناته ونساءه روح يشوف الزوار هالأيام شمسوين بكربلة روح يشوفي مشاية الأربعين شلون يمشون إلا أهل البحرين ما راعوا السن اللي قطع تذكرته ورجع احنا قاعدين متلهفين لا مواتم لا مواكب لا زيارة أربعين لما تعاد يا سيدي والله احترقت قلوبنا عاشوا رئي مربلة مستمعا انت انت ياللي تسمع وانت يا مؤمنة ياللي قاعد تسمعني ومتلهف على هالأيام عندك حاجة ويا امامك الرضا اليوم لو ما عندك يالله ابيات الدعاء واسألكم الدعاء قال ايه عندي حاجة وقال الله بمحترق بهالحاجة شعندك قال دخي لك يا الرضا جيناك ننشدك والدمع بالعان يا باب الله وفقنا نزور بكربلة لحسن تدري عنا مش تاقين وبينا بكل قلب جمرة نريد الكربلة نسافر نزور مدلة للزهرة ذاك اللي انقطع راسه وبالخيل انطحان صدراء نريد نقبل الأعتاب وهناك نعفر الخد ايه مأجور 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 شايفين الزوار شاية الأربعين شلون إلا اللي عاموا إياهم والسنة قاعد هنا متلهف يقول والله الكربلة من بعيد نريد نروح عنا يا نعوف الأهل والأوطان ونمشي مع المشاية وكل من تجري دمعاته وبشفة شاي للراية ونقعد بالمضا يفريد ونبشي بالحزن كل حين وصلت إلى كربلة دخلت إلى زيارة الغريب وانت طالع تزور أخوه يقول لك الحسين عاد يا زاير عندي طلب إذا رحت لزم تشباك أبو فاضل سلم عليه واطلب حاجتك بس لا تذكر عندها المصيبة أي مصيبة يا أبو علي يقول لكن عاد يا زاير لا تجرح قمر عدنا وتحشي عندها عن زينب قربها بني سفيان تدريب العزيز عليه زينب تدخل بديوان تدخل بديوان صار الشمر حاديها ومنها ورم المتنة أعيد يا أبو زينب مأجور أعرف متله فين على غرب الزينب وزوار الأربعين كلهم يمشون على مسير زينب بيبغون يوصلون قبل يوم الأربعين حتى لا تشعر بالغربة يقول له لكن عاد يا زاير لا تجرح قمر عدنان تحشي عندها عن زينب ضربها بني سفيان تدريب الغري تدريب العزيز عليه زينب تدخل بديوان صار الشمر حاديها ومنها ورم المتنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة